إلى لبنان حيث يغيب للمرتية الثالثة على التوالي معرض الكتاب العربي الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت المعرض كان يعقد في الأسبوع الأخير من نوفمبر والنصف الأول من ديسمبر من كل عام في منطقة الواجهة البحرية في العاصمة اللبنانية هذا وكشفت رئيسة النادي الثقافي العربي في بيروت سلوى السينيورة بعصير عن نية إقامة المعرض هذا العام في دورته الثالثة والستين في الفترة ما بين الثالث والثالثة عشر مارس المقبل على أن تعقد الدورة التالية في الموعد الدائم ديسمبر الفين واثنان وعشرين ويشكل الحدث أبرز تظاهرات ثقافية في لبنان منذ انطلاقته قبل خمسة وستين عاما اشتركوا في القناة